والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال نستعرضها مع فاطيمة خليل إليك فاطيمة شكرا دين فكري شكرا يوسف عبدين وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن رسما توضحيا حول المؤشرات الدولية في كافة القطاعات التنموية ورصد تقرير أبرز المؤشرات الخاصة بالاقتصاد لافتا إلى تقدم مصر خمسة مراكز بمؤشر جاذبية الاستثمار في أفريقيا حيث احتلت المركز الأول عام 2020 وأشار التقرير إلى تحسن تصنيف الاعتمالي لمصر وأوضح أن وكالة فيتشي ثبتت التصنيف الاعتمالي لمصر عند بي بلاس مع نظرة مستقبلية مستقرة في أبريل 2022 بينما ثبتت مدز التصنيف الاعتمالي لمصر عند بي تو مع نظرة مستقبلية سلبية في مايو 2022 كما صنفت ستاندد أنبوز مصر عند بي مع نظرة مستقبلية مستقرة في أبريل 2022 ضف التقرير أن مصر تقدمت ثمان مراكز في مؤشر الانفتاح الاقتصادية وكذلك تقدمها ستة مراكز في مؤشر البنية التحتية والوصول للأسواق ولفت التقرير إلى أن مصر تقدمت ثلاثة عشر مركزا في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع التاقة المتجددة أكدت وزيرة التخطيط هالا السعيد وجود عشرات الفرص الاستثمارية بين مصر والإمارات في قطاعات مختلفة تشمل الصحة والتصنيع الدوائي وكذلك التطوير العقاري وقطاع الخدمات المالية بالإضافة إلى التحول الرقمي والزراعة والتصنيع الغذائية جاءت تلك التصرعات بمناسبة إعلان حكومتي البلدين لاحتفال بمرور خمسين عاما على تأسيس العلاقات عبر تنظيم احتفالية كبرى تحت شعار مصر والإمارات قلب واحد وتتضمن الاحتفالية أجندة متنوعة من الفعاليات خلال الفترة ما بين السادس والعشرين إلى الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري تستضيفها القاهرة بحضور وزراء من حكومتي البلدين وأكثر من 1800 شخصية من كبار المسؤولين ورجال الأعمال الأسوق المال حيث أنهت البرصة المصرية تعملات على ارتفاع جامعي للمؤشرات الجلسة الثالثة على التوالي مدفوعة بمشتريات محلية اتفع رأس المال السوقي بنحو مليارين وتسمائة مليون جنيه ليغلق عند مستوى 760 مليارات و354 مليون جنيه على صعيد المؤشرات فتح مؤشر إي جي أكس ثلاثون عند مستوى 10.148 نقطة ليصعد بنسبة 15 من مئة بالمئة ويغلق عند مستوى 10.163 نقطة كما فتح مؤشر شركات الصغيرة والمتوسط إي جي أكس سبعون عند مستوى 2216 نقطة ليغلق متفعاً بنسبة 85% بالمئة ويغلق عند مستوى 2214 نقطة فتح مؤشر إي جي أكس المئة عند مستوى 3147 نقطة ليصعد بنسبة 58% بالمئة ليغلق عند مستوى 3165 نقطة إلى أسواق العملات حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري لسجل الدولار الأمريكي نحو 19 جنيه و 63 قرش للشراء و 19 جنيه و 70 قرش للبيع بنسبة لسعر اليورو وصل سعره إلى 19 جنيه و 31 قرش للشراء و 19 جنيه و 39 قرش للبيع أما عن سعر الجنيه الاستليني وصل سعره إلى 22 جنيه و 22 قرش للشراء و 22 جنيه و 31 قرش للبيع أما عن أسعار العملات العربية فسجل الدرهم الإمارتين نحو 5 جنيهات و34 قرشاً للشراء و5 جنيهات و36 قرشاً للبيع أما عن سعر أريال السعودي وصل سعره إلى 5 جنيهات و22 قرشاً للشراء و5 جنيهات و24 قرشاً للبيع في أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب العالمية لتصل إلى 1654 دولار ومحلياً سجل عيار 18 نحو 950 جنيه بالنسبة لعيار 21 سجل نحو 1110 جنيهات وهو الأكثر مبيعاً بالنسبة لعيار 24 وصل سعره إلى 1270 جنيه أما عن سعر الجنيه الذهب وصل سعره إلى 8810 جنيهات في أسواق البترول العالمية ترجعت أسعار النفط وسط مخاوفة من طباط النشاط الاقتصادي وانخفاض الطلب على الوقود من الصين في ظل تمسكها بسياستها الصارمة لإحتواء فيروس كورونا هبطت العقود الأجلة لخام برينت 41 سنت أو بنسبة 45% لتصل إلى 91 دولار و21 سنت للبرميل كما ترجعت العقود الأجلة لخام غرب تاكسس الوسيط الأمريكي 41 سنت أو بنسبة 48% مسجلة نحو 85 دولار و5 سنتات للبرميل هبطت أسعار المزاوط العالمين بنسبة 36% لتصل إلى 4 دولار و7 سنتات للتر ترجعت أسعار الغاز الطبعي بنسبة 14% لتسجل نحو 5 دولار و97 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية قال الأمين العام لمنظمة أوبك هايثم الغايس أن أوبك بلاس قررت بالإجماع اتقاذ موقف استباقي للمساعدة في استقرار أسواق النفط العالمية مشددا على أن المنظمة ستدافع عن انتقال متوازن وشامل للطاقة لا يستثني أحد وخلال كلمته في مؤتمر للطاقة في كيبتاون بجنوب أفريقيا أكد الغايس أن النفط سيظل صاحب النصيب الأكبر في مزيج الطاقة كما أضاف الأمين العام للمنظمة أن النفط بحاجة إلى 12 مليون و100 مليار دولار استثمارات على المدى الطويلة متوقعا أن يشهد العالم نقص في الطاقة إذا لم تتحقق تلك الاستثمارات مشاهدين نهاية هذه الجولة الاقتصادية ترجمة نانسي قنقر